سنوات خمس مرت على انقلاب ميليشيا الحوثي حملت معها انهياراً في كل شيء فمن السيطرة على مؤسسات الدولة ونهب الاحتياطي العام للبنك المركزي إلى المساهمة في انهيار العملة الوطنية انهيار جاء بعد قرار تعويم العملة الوطنية وتركها خاضعة للعرض والطلب الأمر الذي جعلها عرضة للمضاربة ما أدى إلى وصولها لمستويات قياسية قربت 700 ريال مقابل الدولار الواحد سياسة الميليشيا الساعية إلى تشكيل نظام اقتصادي خاص بها دفع العديد من المستثمرين ورؤوس الأموال إلى مغادرة البلاد ما أدى إلى خفض تدفق العملة الصعبة إلى البنك المركزي وهو الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة البنك المركزي في تغطية قيمة الواردات الضرورية وأدى انهيار العملة الوطنية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة أكثر من مئة في المئة ما فاقم من حالة الوضع الإنساني للمواطنين الذين يعانون ويلات الحرب أيضاً ارتفاع دفع بنسبة المجاعة وحالة سوء التغذية في البلاد إلى مستويات هي الأعلى في العالم وفق تقارير عديدة لمنظمات أممية وحقوقية وبموازات ذلك تسبب قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وعدم تحييده عن الصراع إلى شلل القطاع المصرفي في البلاد الأمر الذي دفع الميليشيا إلى رفض توريد أي مبالغ للبنك الذي وقف عاجزاً عن إيقاف انهيار العملة من جهة وصرف رواتب الموظفين من جهة أخرى وعلى الرغم من جهود الحكومة والتحالف لوضع حد لانهيار العملة وذلك بوضع وديعة مالية تقدر بنحو ملياري دولار إلا أن ذلك لم يفلح في وضع حد للانهيار خاصة في ظل رفض التحالف دعوات متكررة من الحكومة للسماح لها بتصدير النفط والغاز تعب اليمنيون من حالة الحرب التي تطحنهم كل يوم خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بها وتلاشي الأهداف التي جاءت من أجلها وهو الأمر الذي بات يزيد من مخاوفهم في واقع تزيد فيه ملامح التشضي والانقسام وتضعف فيه مؤشرات السلام